بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم مرة ثانية بكل متابعين شرح ماث جريت 5 اليوم بإذن الله نتقي مع اكسرسايز نمبر 4 على الراوندينج ديسمالز كنا درسنا موضوع الراوندينج وقلنا فيه 2 ستراتيجيز مشروحين في الكتاب الميد بوينت ستراتيجي وكمان الرولز الخاصة بالراوندينج وقلنا دايما بنتساءل في الرولز أكثر من الميد بوينت ستراتيجي ولكن بيبقى موجود عليها أسئلة داخل الكتاب متنسوش تعملونا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب في القناة عشان نستمر في شرح ماث جريت 5 النهاردة بإذن الله هنبتدي بأسئلة المالتبل تشويس كويتشينز اليه أهم أنواع الأسئلة الي لازم نتضرب عليها كويس جدا أول مجموعة معانا مجموعة معانا مجموعة معانا معانا كده مستر 5 or more so you have to change the underlined digit to be the next digit يعني is rounded to be 8.1 يبقى أنا أخطر هنا 8.1 يبقى الأنسر عندك هتلاقيها دي وخد بالك ده سمناه إيه مستر؟ سمناه rounding to the nearest 10 مهمة جدا number 2 round 2.5698 طبعا أنت عندك هنا والكلام ده أنت لسه ما أخدتهوش ولكن ده جاوزا أنت تقدر تشتغل بموضوع rounding عادي جدا كل عليك بس أنك هتحدد rounding place وتبدأ تطبق الرول اللي أنت أخدته طبعا نفس الرول بتتطبق في جميع أنواع rounding طيب هو كاتب هنا توزن نرست 1000 يبقى يا مستر هنعمل إيه؟ underline the rounding place اللي هي 1000 place هتلاقيها 9 بالمناسبة circle the right digit يبقى هتعمل circle للإيد تخد بالك إن الإيد دي بنسميها 10,000 place وده مش موجودة عليك في المنهج ولكن ده جاوزا إحنا هنسميها 10,000 place إن شاء الله تدرسها في create 6 طبعا 8 or more so you have to change the next digit to be the underlined digit to be the next digit sorry so you have to change 9 to be 10 باش هتنفع الثاني يا مستر لأننا قلنا الdigits from 0 to 9 يبقى الone ده يا مستر هتعمل renaming لل6 في 6 هتبقى 7 طب what about 9 9 هتبقى 0 يعني النمبر اللي انت هتعمله rounding أو value after rounding هتبقى 2.5 ما تنساش 6 it will be 7 and 9 it will be 0 يبقى معاناها 2 and 570 thousand with th مهمة جدا with ths طيب لما هتبص هنا هتلاقي الاختيار ده مش موجود للأسف الشديد ولكن هتلاقي هو جيب لك number equivalent فالequivalent عندك 2.57 فالانسر عندك هتبقى C ولكن احنا قلنا في الشرح قبل كده ان انت لو انت عندك موضوع rounding وحبيت تعمل renaming والنمبر أصبح 10 من المفترض ان انت عدرك ساتك لازم تكتب الزيرو ده طب ليه؟ علشان احنا لازم نكون عارفين ان احنا عندنا هنا rounding to the nearest thousandth من غير الزيرو ده ما نقدرش نحدد نوع rounding اللي كان موجود فتجاوزا يعني انا منفترض كوجهة نظر شخصية ان هو لازم يضيف الزيرو ده في الحال number 3 42.81 rounding to the nearest whole number كلمة whole number معناها to the nearest once place يعني a rounding place عندك هتبقى 2 what about the right digit the right digit is 8 so you have to change the underlined digit to be the next digit so it's rounded to be Mr. 43 يبقى على طوله Mr. 43 بالانسر عندك هتلاقيها بيه اللي بعده round to the nearest tenth هو قالك 10 معنى كده in rounding digit هتلاقي or rounding place هتلاقي 7 and circle the right digit the right digit is 5 so you have to change 7 to be the next digit so we get 160.8 160.8 so the answer will be اللي اختار عندك بيه number 5 which number could be rounded السؤال ده جميل جدا could be rounded to be Mr. 0.58 يعني النمبر اللي هو موجود عندك ده أو value اللي هي دي بنسميها approximated value يعني value دي after rounding طب يا ترى قبل rounding كانت كامل كل اللي عليك عشان تتحيل صح هتعمل rounding لكل الاقتراض الموجودة عندك اللي هيديك 0.58 يبقى هو ده الشغل بتاعنا بس هو للأسف الشديد هنا ما عملش حاجة مهمة جدا ما حددكش rounding place يعني ما حددش rounding place فإحنا هنا بطرد إن إحنا عندنا right digit is a last digit يعني rounding place هيبقى 8 ولست digit عندك هيبقى 9 أو right digit عندك هيبقى 9 ليه بقى يا مستر أو هو ما حددوش ليه بأمانة لأن إنت عندك أصلا 2 digits 2 digits معناها إن rounding can to the nearest hundred with the th يبقى خد بالك إن إنت هتروح على اللي هو عنده 3 digits يعني automatically هتحزب C وهتحزب B يبقى الإختيار عندك لا يكون A يا مستر لا يكون D طب بالنسبة لإيه يبقى change the underlying digit which is 8 to be 9 يبقى is rounded to be what 0.59 طب أنا عايز 5 8 طب تعال نشوف D آه تعال نشوف D كده يا مستر rounding place عندك هيبقى 7 وright digit عندي هيبقى 7 so you have to change 7 to be 8 يعني أصبح عندي 0.58 يبقى الإختيار الصيح عندك هيكون D اللي بعده هو جايب لك وعمل لها rounding وبقول لك بيسألك rounding هنا to the nearest what هتبص للنمبر أو الVolue after rounding after rounding after rounding we have just one decimal place يبقى على طول ده كان rounding to the nearest what to the nearest 10 طب إفرد عندك 2 decimal places سيدي كده يبقى كان rounding to the nearest 100 طب لو أنا عندي 3 decimal places يبقى rounding to the nearest what 1000 لذلك أنا أصلت لك هنا في number 2 لازم نضيف 0 الخاص ب 2.570 next exercise 39.999 is rounded to be what to the nearest 100 to the nearest 100 قد لك دي برضو نفس الحكاية يبقى إحنا لازم هنا هنعمل renaming 100 موجود عندي 9 طب يبقى underline what circle what which is 9 يبقى 9 دي هتتغير يبقى أصبح 39 دي هتتغير دي هتبقى 10 مش هتعملها renaming هتبقى 0 دي هتبقى 0 و دي هتبقى 0 برضو يبقى renaming هيبقى 4 يعني هيبقى عندك 40 in whole part هتحط الpoint ولازم حضرتك سيتك تكتب 00 طبعا للأسف الشديد هو كتبها هنا 40 بس نحن طبعا نقدر 40 بس ولكن الصح أنك لازم 00 لازم يتكتب بأي حال من الأحوال لازم يتكتب مع أنه the same value بس لازم يتكتب لأسف كتاب المعاصر مش كتبه قال لي بعده number 8 82.497 it's rounded to be 82.50 يبقى أصبح هنا هو عمل برضو renaming شوف هو كتب هنا 0 يعني هو كده ماشي مظبوط ما كتبهاش 82.5 ليه مستر لأنه عامل هنا rounding to the nearest 100 فأصبح عندك rounding place هتبقى 9 circle the right digit which is 7 so rename 9 to be 10 so we can't rename it to be 0 and 4 it will be 5 هو كتب الزيرو هنا يبقى أصبح أنه هو بقول لي هنا rounding to the nearest hundredth with th ولازم تكتب الزيرو كان ممكن كتبها 82.5 بس ما يقدرش ليه مستر عمرك هتقول على طول يا مستر ده كان rounding to the nearest تقول كلام هنا غير صحيح فلازم هنا نكتب الزيرو نفس الكلام قلناه في number 7 وقلناه في سؤال قبل كده two and seven over one thousand عندي مشكلة هنا ما قدرش أعمل rounding وهو بالصورة دي الصورة دي احنا أخدناها بأول درس وسمعناها mixed number عشان تعمل rounding لازم يكون عندك the decimal form the decimal form is 2.7 بس seven seven thousand يعني دي هنكتبها الأول المفترض ان احنا هنكتب equals الأول هكتبها الأول two point double zero seven اللي هي seven thousand وبعدين هعمل لها rounding two the nearest hundred يبقى خلاص يبقى zero وهنا عندي seven so we have to change zero to point one so we get two point zero one two point zero one يبقى الأنسر عندك هتكون c مهمة جدا اللي بعده سؤال جميل جدا ومن الأسئلة المهمة برضو three point eight وانت عندك هنا empty space يعني انت محتاج تحط digit هنا from zero to nine وعندك nine وعمل rounding هنا هركز على right digit هو عمل rounding هنا وبقولك انت عايز تعمل rounding to the nearest hundred طيب to the nearest hundred يبقى hundred هي هتتغير يعني ما هتتتغير يعني ما هتتتغيرش طب اللي بيحدد لي ايه؟ اللي بيحدد لي right digit right digit عندك nine يبقى ده هيتغير يبقى mister increased by one طب هو بقى كام بقى five يبقى هو في الأصل كان four سهلة جدا السؤال ده مهم جدا وسؤال ضريف جدا يبقى الأنسر عندك هتلاقيها b اللي بعده nine hundred ninety nine point nine to the nearest whole number whole number means what mister means to the nearest once يبقى the once place اللي عندك so the right digit is nine هتعمل برضو نفس الوضع برضو renaming هتبقى one thousand بس خد بالك من حاجة مهمة هو طلب هنا to the nearest whole number يبقى انت هتعمل حضرتك one thousand one triple zeros يبقى الأنسر عندي هتبقى one thousand يبقى الأنسر عندي هتبقى c طب انت محطتش point وحطت zero ليه لان احنا هنا to the nearest whole number يعني no decimal part seventeen point nine four seven to the nearest two decimal places ودي جميلة جدا two decimal places what that mean mister معناها ايه؟ معناها ان انت هتعمل to the nearest hundred ما تنساش احنا عندنا مسميات عديدة to the nearest tenth معناها one decimal place طيب to the nearest hundred معناها two decimal places الكلام ده نقطه في الشرح to the nearest thousand معناها ايه؟ معناها مستر three decimal places ففي مسميات مختلفة او الفاص مختلفة لازم نكونوا غدين بنا منها كويس جدا طيب two decimal places so the rounding place is what is hundred and circle the right digit which is seven mister five or more change the underlying digit to be the next digit يعني four d هتتغير هتبقى five يبقى أصبحت عندي seventeen point nine five طيب seven seventeen point nine five هنا طبعا موجودة عندي اه موجودة يبقى الأنسر عندك هتلاقيها بيه next exercise midpoint strategy زي ما قلنا midpoint strategy من الحاجات المهمة برضو ولكنها تقيلة يعني في الغالب بتستبعد من الاختبار بس احنا شرحناها وحالينا عليها وحنحل عليها مرة تانية بيقولي round fifteen point eight to the nearest whole number طبعا في بعض الأولاد بيستخدموا الرولز يعني بيستخدم الرولز ويقولوا نفسهم يطرحي هتبقى كام يا مستر يطرحي يبقى كام طب هتبقى كام هتبقى المفروض 16 to the nearest whole number بس احنا هنا بندور على midpoint strategy يبقى لازم نحدد 15 point eight ده بين كام وبين كام يا مستر ونحدد midpoint number وبعدين نشوف ده قريب ليمين وهيبقى whole طيب 15 point eight هي between 15 and 16 طيب اللي بين يعني الميد point ما بين 15 و 16 هتلاقيها 15 point five طيب ال 15 point eight هتعد بقى 15 point five 15 point six seven eight يبقى ده هيبقى 15 point mister eight طب اقرب ليمين اقرب لل 16 يبقى على طول it's rounded to be mister هدي عادمة rounding يعني فكرة مشكلة ممكن تعملها كده وممكن تعملها كده يبقى على طول it's rounded to be 16 اللي بعده round three point five four طب هو ايه three point five four يبقى قبل منو على طول three point five four طب يبقى هو قريب ليمين يا مستر لي three point five يبقى it's rounded to be three point five وهكذا and so on next exercise round one point two double seven to the nearest hundred طبعا برضو مساعدك بال two numbers كأنه بقولك two hundred seventy seven between two hundred seventy two hundred eighty يبقى one point two hundred seventy five اللي هي two seven five بالمناسبة طب انا عندي seventy seven seventy five seventy five seventy six seventy mister seven يبقى one point two double seven يبقى اقرب لمن يا مستر اقرب لone point two eight يبقى هنا to the nearest what mister to the nearest hundred بالنسبة لاخر سؤال اللي هو عندي round three point four five six two to the nearest thousand السؤال ده صعب ان هو يتحل by using midpoint strategy فاحنا هنحله بغض النظر عنه اللي هو رسمه يعني لو واحد عنده ايه تعليق ممكن يقولي بقدر الامكان احنا هنحاول ان احنا نعمله بـ rules وخلاص يعني رايح الدماغك بعمله بـ rules round three point four five six two يبقى rounding place عندك هتلاقيها six وright digit هتلاقيها two so two is less than five so it's rounded to be three point four five six يعني اللي انت هتكتبه هنا it's rounded to be three point four five six ولو اي حد عنده شرح للميد بوينت ستراتيجي ممكن برضه بالنسبة للكسامل ده بالاخص ممكن برضه يكتبه في الكومنس ان شاء الله ونشوفه مع بعض فيش مشكلة number two round each of the following numbers to the nearest whole number طبعا ده مجموعة مجموعة من الأسئلة بتكرر نفس الحاجة انا هحل two columns وهسيب لك column تحلو هحل الكولوم الثاني والثالث والكولوم الاول حضرتك تحلو to the nearest whole number يبقى انا كل هعملو underline the rounding place rounding place هيبقى the once place فبالتالي rounding zero underline zero underline one underline zero and circle the right digit circle two circle five circle line بعد كده تبدأ تعمل rounding two is less than mister five so keep zero as it is يعني هنا هيبقى zero طيب الانسر هنا هتبقى five or more change the next digit to be the underline digit to be the next digit يعني هيبقى عند هنا 52 اللي بعده هيبقى one طيب اللي بعده نفس الحكاية underline zero 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 and circle the right digit circle five so zero it will be one طيب بعد كده circle one يبقى على طول هتبقى لين زي ما هي circle zero وبالتالي هيبقى عندي zero اللي بعده rounding to the nearest tenth فهنعمل underline the tenth underline seven two and five and circle the right digit circle five so seven it will be eight يبقى 13.8 سهلة جدا بتطبق نفس الرول اللي احنا هدفقنا عليها circle zero وبالتالي هيبقى zero point two قد نظر عن الشرح شرح نرول كذا مرة خلاص نشتغل على طول and circle nine so five it will be six so get one hundred seventy point six خد بالك انك بتعمل cancelled لright digit من اول right digit cancelled خلاص يبقى after rounding we have just one decimal place اللي بعده خد بالك انا هحيلك الكلام الاخير هسيبلك الكلام الاخير هسيبلك الكلام الوسطة فيش مشكلة underline zero underline nine دي محتاجة انكتبها الاول as a decimal يبقى 502.37 انا هكذا مر يبقى underline mister three so circle the right digit circle nine so zero it will be one so we get 90.1 اللي بعده 3.9 circle two so it will be 3.9 زي ما هي بعده circle seven so three it will be four so we get 502.4 next exercise number four round each of the following numbers to the nearest hundredth هنحدد الhundredth place عند الhundredth place خد بالك هسيبك الكولومده وروح ال second with third عندي هنا zero and nine circle the right digit circle eight so zero it will be one so we get 52.61 اللي بعده نفس الحكايه circle six خد بالك هتعمل renaming هنا فهتبقى one point double zero لازم نكتب double zero دول لازم نكتب double zero دول لازم نكتب double zero دول خد بالك اللي بعده underline two دي هكتبها three point double zero eight اللي هي eight thousandth انها كزا مر circle the right digit it will be four so don't change the underlined digit it will be the same so we get 52.12 اللي بعده نفس الوضع underline mister zero and circle the right digit which is eight so change zero to be the next digit so we get three point zero one اللي بعده underlined أو عندك two than is thousandth place thousandth mode عندك zero and mister line خلاص underline nine circle nine circle six circle nine يبقى zero هيبقى one يبقى two point zero five one دي اللي حكايه يبقى شوية هتعمل فعل renaming وبالتالي هتبقى twenty point خد بالك انك لازم you have to write triple zeros مهمة جدا قررت كزا مرة اللي بعده نفس الحكايه underline seven underline zero circle the right digit four four خد بالك مش هتغير يبقى zero point zero four seven تاب هنا ايه اللي هيحصل هيبقى zero point zero 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 دي معناها ايه معناها zero ولكن لو كتبت zero انا اعرف منين ان ده كان rounding to the nearest that مش هقدر اعرف طبعا المطروق لك انت تحله وتكتبها برضو عايز تكتب الانسرز في الكومنتس بفيش مشكلة next exercise round each of the following to the place of the underlined digit يعني هو محدد لك هنا rounding place طبعا نخد بالك لو هو طبعا هنا ممكن يسألك rounding that to the nearest what واحنا اخدنا الكلام ده في اسئلة choose يعني هو underline لل 10th يبقى to the nearest tenth طب هنا to the nearest hundred طب هنا to the nearest once وهكذا اللي هي whole number وبالتالي انت بس اللي عليك circle the right digit على طول right digit عندك one يبقى nine هتتنى زمعية يبقى 36.9 اللي بعده circle seven يبقى ال eight هتتغيرها هتبقى nine يبقى zero point zero nine اللي بعده نفس الحكاية circle eight خد بالك هنا هتعمل renaming يعني هتبقى four point double zero لازم ال double zero يكونوا مكتوبين اللي بعده circle four يبقى على الفكرة rounding to the nearest هتبقى one على طول اللي بعده هنا circle eight circle eight circle zero circle eight اخد بالك احنا نعمل circle the right digit the right digit مهمة جدا type eight so change four to be five 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 point double five اللي بعده انت عندك circle eight يبقى zero point one عندك zero يبقى zero point هنا zero بس ليه؟ ليه مستر؟ لأن that was the nearest whole number اللي بعده zero هيتغير هيبقى one هيبقى one point one والكولوم ده مطروب لك انت اتكلمنا وقلنا كتير ان اسئلة tables من اهم الاسئلة او من اهم انواع الاسئلة ليه؟ لانها بتلخص كل حاجة ماينفعش هنا هنعمل underlined هنا هنعتمد على العناية تعالى نشوف اول سؤال اول سؤال طبعا هنحلين لي اول واحد وبقول لي حل ده يعني بيديني النمبر وبيطلب كذا rounding ببعض يعني هتكرر انا هحل بي و سي و دي اي و اف و جي هتبقى اكسرسايز ليك بي انا عايز في الاول to the nearest whole number يبقى the whole number اللي عندي هيبقى eight هنا two يبقى two is the same five يبقى the whole part الاسئلة زي ما هو five hundred twenty eight يبقى انا هكتب هنا five hundred twenty two برا حلم لك اشو ما تغلطش to the nearest tenth يبقى tenth place to right digit zero يبقى two هتتظل كما هي يبقى five hundred twenty eight point two اللي بعده to the nearest hundred الموضوع الساهل يبقى the hundredth هنا فيها zero right digit two يبقى zero هتظل كما هو يبقى five hundred twenty eight point two قد هيقول لي ممكن ما يكتبش zero او لك لازم تكتب zero شوف الفرق بقى هنا وهنا يعني الفكرة وضحت هنا اكتر اهي اللي انا بتكلم عنها مهمة جدا مهمة جدا انك لازم تكتب الزيرو ده اللي بعده to the nearest thousand يبقى the thousandth عندك two right digit five يبقى two هتتغير تبقى three يبقى five hundred twenty eight point two zero three اللي بعده نفس الحكاية to the nearest whole number the forty three هتتغير تبقى forty four ليه لان انا عندي five right digit يبقى انا هكتب هنا forty four اللي بعده five مش هتتغير لان right digit هيبقى four يبقى forty three point five اللي بعده الفور مش هتتغير to the nearest hundred لان right digit هيبقى two يبقى forty three point mister five four اللي بعده six يا مستر five or more يبقى two هتتغيرها تبقى three يبقى forty three point mister five four three اخر واحدة هنقولها to the nearest whole number يبقى لانتها تغير تبقى twenty two اللي بعده يا مستر الفور مش هتتغير eight يبقى twenty one point eight اللي بعدها to the nearest hundred يبقى اناك على four يبقى seven هتتغيرها تبقى five يبقى twenty one point eight five آخر واحدة هنقولها ten thousand اللي هي right digit هتبقى two هتغير nine هتبقى ten ما ينفعش هكتب ten so you have to rename seven to be eight and nine it will be zero مهمة جدا لا ركز شوية اكتر ركز شوية اكتر هنا one two three four آه يبقى اخد بالك احنا كنا حلين غلط طيب نركز ثاني او نعيد دي هتبقى twenty two ما فيش مشكلة دي هتبقى twenty one point eight ما فيش مشكلة نعيد ثاني هنا بقى two the nearest two the nearest hundred مزبوطة seven يبقى ضغير four هتبقى five طيب نيجي هنا بقى نيجي هنا eight four seven يبقى nine هنا number four يبقى خلاص يبقى انا هعمل underline seven وهعمل circle nine يبقى seven هتبقى يبقى احنا كنا هنحلها غلط ما عليش يبقى twenty one point eight four seven مع ذرة لان الارقام يعني ايه تخلق بعضها والصورة صغيرة قدامي طيب بكده بقى يبقى انت عندك A و F و G هتكملهم واي سؤال زي ما بقول في جدول لازم يتحل هنتوقف للغاية هنا وان شاء الله الحصة الجاية هتكمل بقيت عشان تبقىش الحصة طويلة معنا عشان هتكمل حصة جاية ان شاء الله مجموعة من ال problems الموجودة في كتاب الوزارة على موضوع الراوننج برضو ما تنساش لو عجبك الفيديو استفدت منه تعمل لنا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب القناة اشتركوا في القناة